طيب خلينا نروح لليوم السابع ومرسلتنا العزيزة نورهان طبعا عشان نعرف إنها أهم الأخبار في الصحف والمواقع طبعا محليا وعالميا نورهان صباح الخير عليكي وزي ما احنا متعاودين معاكي كل يوم بنحب نعرف آخر الأخبار وأهم المنشطات وماذا قيل طبعا عن المباراة بالأمس بين الأهلي وساند داونس خلينا نعرف منك تفضل يا صباح الخير يا نهواند وصباح الخير يا كريم وصباح الخير على كل مشاهدي قناة نادي الأهلي في كل مكان احنا هنا من مقر جريدة اليوم السابع زي ما تعودنا هنطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية وأول خبر معنا من موقع اليوم السابع ليفربول يتحدى تشيلسي في نهاية كأس الربطة الإنجليزية باستاذ ويمبلي طبعا يترقب عشاء الساحرة المستديرة اليوم قمة مرتقبة هتجمع ما بين ليفربول المحترف في صنفوفه طبعا المصري ونجمنا المصري محمد صلاح أمام تشيلسي في تمام الساعة السادسة والنصف مساء على ملعب ويمبلي في نهاية كأس ربطة المحترفين الإنجليزية كمان خلينا نفكركم أو اليوم السابع بيفكرنا في تقريره أن الريدز لقب بكأس الربطة في 8 مناسبات وكان آخرها موسم 2011-2012 وحل وصيفا في 4 مناسبات وهو الأكثر تتويجا بالبطولة مناصفة مع منشستر سيتي كمان خلينا نقولكم أن تشيلسي حصد اللقب 5 مرات وكان آخرها في موسم 2014-2015 وتواجد كوصيف للبطولة في 3 مناسبات أما تاني خبر معنا فمن موقع وجريدة الشرق الأوسط سيتي يعز صدارته بفوص صعب على إيفرتون وتعادل محبط ليونيتد مع واتفورد فاز منشستر سيتي على إيفرتون بصعوبة 1-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم أمس في المرحلة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي واستعاد منشستر سيتي نغمة الانتصارات في المسابقة بعد الهزيمة أمام توتن هام الأخيرة يمكن ورفع رصيده ل66 نقطة بفارق 6 نقاط أمام ليفربول بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 22 نقطة في المركز السابع عشر تالت خبر بقى معنا عن ملك الكورة طبعا ليونيل ميسي الأرجنتيني الأسطورة وتقرير من موقع كورة عن ميسي وبعنوان ميسي ملك الهدايا في 2022 يمكن طبعا تقرير كورة قال أن الحساب الرسمي لباريس سان جرمان صلت الدوق على أرقام ليونيل ميسي النجم الأرجنتيني طبعا منذ انضمامه لباريس سان جرمان من طبعا برشلونة وكتب الحساب الرسمي لباريس سان جرمان على تويتر وألقى الضوء على صناعة ميسي للأهداف وقال أنه صنع 6 أهداف في 5 مباريات منذ بداية العام الحالي كمان ذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات أن النجم الأرجنتيني يعد أفضل صانع ألعاب للأهداف بالدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى في 2022 أما بقى آخر خبر معنا من موقع روسيا اليوم جواد أمير سعودي يفوز بأغلى جائزة في العالم أحرز الجواد أمبلين برود للمالكه الأمير سعود بن سلمان كأس السعودية للفروسية وجائزة 20 مليون دولار ويمكن هي الجائزة الأغلى في العالم ده طبعا كان أمس في ميدان الملك عبد العزيز للفروسية الجندرية بالرياض دي كانت أبرز أخبارنا هنا من موقع وجريدة اليوم السابع شكرا لكم جدا وعود إلى الاستوديو رائع جدا تغطية رائعة بنشكرك عليها زملتنا العزيزة نرهان تماما اليوم السابع شكرا لك